مشاهدين دلوقتي خلينا نروح لكريم بابرس عشان نتعرف منه على إجراءات تعقيم المساجد استعدادة لاستقبال المصلين بداية من بكرة السبت إن شاء الله مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات لاحترازية صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير وصباح الخير على كل المصريين أنا دلوقتي موجود داخل مسجد محمد علي اللي في قلعة صلاح الدين المسجد ده صرح عظيم جدا وأحيانا بيطلق عليه مسجد الألباستر وأحيانا مسجد المرمر المسجد ده من جوه يعني حاجة رائعة جدا وفيه طاقة إيجابية رهيبة بصراحة يعني يمكن النهاردة اليوم مختلف كمان مش بس عشان جمال المسجد وهبته من الداخل لا كمان النهاردة يوم مختلف علشان هو بداية التعقيمات المختلفة لمرحلة الفتح التدريجي اللي اتكلمنا عنها للتعايش مع طبعا فيروس كورونا جزء منها هو تعقيمات المسجد وفتح المسجد بشكل عام للمصلين بإجراءات مختلفة عشان نتكلم النهاردة عن تفاصيل طبعا الإجراءات دي وإيه اللي بيحصل فيها ابتدت إمتى وهتنتهي إمتى والإجراءات المختلفة دي معايا دلوقتي ضفي على الهوى الدكتور عبدالله حسان وهو مساعد وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة صباح الخير يا فندم صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين جمعا بركة يا فندم وعايزين نسأل حضرتك كده إيه اللي تم اتخاذه للفتح التدريجي مبدئيا بداية في المساجد وغيره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية في إطار اهتمام مزورة الأوقاف ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بالأمس أوجه معالي وزير الأوقاف بحملة مكثفة وكبيرة على جميع مساجد جمهورية مصر العربية لتعقيم وتطهير المساجد والبداية كانت بالأمس وأشرفت بنفسي على التعقيم والتطهير الكامل لجميع مساجد ألا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس والتعقيم بيتم من خلال فريق زي ما هو باين يمكن في الكادر معنا دلوقتي فريق مدرب أكثر من عشرين فرد بيتحركوا ويتنقلوا بين المساجد فريق مدرب وعلى وعي كامل ومعا أحدث الأجهزة من خلال الأدوات الحديثة للتعقيم والتطهير وبأحدث المعييد زي ما حضرتك شايف وباتخاذ الإجراءات زي ما حضرتك شايف والضوابط الاحترازية لتحقيق السلامة المؤكد فاتم حضرتك تكلمنا عن هذه الضوابط الاحترازية وإيه اللي يطبق على المصلين وهم دخلين المساجد أكيد في معايير معينة بالطبقه داخل المساجد تمام في البداية احنا مطلوب من حضرتك وانت جاي تصلي في المسجد أول حاجة رجاء أنك تساعدنا تبقى لابس الكمامة بتاعت حضرتك الشخصية ومعاك المصلى الشخصي بتاع حضرتك وتحرص على التباعد زي ما حضرتك شايف كده في علامات تباعد موجودة في المسجد نساعد بعض كلنا أن احنا نبقى حارسين على تحقيق التباعد ده وكمان نحرص كل الحرص على عدم المصافحة والمعانقة علشان نساعد بعض وعشان نحافظ على نفسي وعشان حضرتك تحافظ على نفسك لازم نساعد بعض إن احنا نحقق الإجراءات دي علشان نعدي الأزمة دي بسلام إن شاء الله طيب يا فندم سؤال تاني هنتكلم دلوقتي على الصلوات في الأيام العادية ايه كمان اللي هيتم اتخاذه بالنسبة لصلاة الجمعة وهي صلاة تبقى مزدحمة جدا طبعا واتزاحوا مع دخول أو خروج من المسجد هيتم التعامل معه ازاي وهل تم فتحه او لا او ايه الخطة المستقبلية عمل الصلاة مفتوحة في المسجد في الصلاوات الخمس ما عاد يوم الجمعة فالصلاة معلقة يوم الجمعة ما فيش صلاة جمعة مؤقتا لحين إن شاء الله ما تعدي وانضبط الإجراءات أكتر ونشعر ان فيه وعي أكتر بإذن الله عز وجل تعود الصلاة بإذن الله لكن في الوقت الحالي هي معلقة وجميع دورات المياه مغلقة جميع دورات المياه مغلقة طيب يا فندم خلينا نتكلم إن شاء الله بعد فتح تدريج الأمور تبقى أحسن والأمور تعود لي نصابها الطبيعي ماذا لو بعد الشر طبعا الأمور تضهورت هل فيه أي خطة معينة هيتم اتخاذها فيما بعد مثلا لإعادة إغلاق ولا فيه يعني خطة أخرى بص حضرك إحنا دلوقتي في الوقت الحالي بوضعين كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية وبنراهن فيها بإذن الله على الوعي الكامل للمواطنين وكلنا هنساعد بعض إن شاء الله بإن إحنا نعدي الأزمة دي بسلام اللي يتم الإعلان عنها ومن خلال برضو إمام المسجد ومن خلال العمال الموجودين في المسجد هنتعاون ونتشارك في إن إحنا نحافظ على بعض ونحقق الضوابت دي بإذن الله شكرا جزيلا دكتور عبدالله حسن لحدث مزارة الأوقاف على هذه معلومات الوفية وزي ما شفنا كده مع بعض دي كانت أهم الإجراءات الخاصة بتعقيم المساجد حول مصر بشكل عام وكمان الإجراءات الاحترازية اللي مفروض يتخذها المواطنين والمصليين وهم داخلين المساجد سواء كانت خاصة زي ما دكتور عبدالله تكلم به يعني إن الواحد يجيب المصلية الخاصة به هو جاي يرتدي الكمامة كمان داخل المسجد المساجد مجينة الصبح الحقيقة وإحنا شفنا فعلا عملية التعقيم والتنظيف المستمرة وكمان وضع لصيقات معينة كده على الأرض على شكل يعني القدم ويق بمسافات مختلفة بين كل مصلي والآخر وده كان أهم ما لدينا الآن والآن عودة لكم طبعا يعني كريم بيبرز بشكرك شكرا جزيلا وبحيي كمان ضيفك دكتور عبدالله حسان مساعد وزير الأوقاف وأتمنى أن الناس تكون سمعت كل المعلومات والإجراءات الاحترازية زي ما انت كلمت كمان ضيفك دكتور عبدالله حسان عشان نقدر يعني نتخطى هذه الأزبة وما نتعرضش أبدا لماذا له واللي انت سألت ضيفك عنها دكتور عبدالله حسان وما نوصلش أبدا أنه لقدر الله الموقف يعني نتعرض لموقف صعب وأنه الأعداد تتزايد بعد هذه الخطة خطة التعايش زي ما كلمنا فيها بشكرك طبعا كريم بيبرز كنت معانا من جامعة محمد علي